ما أروح كثير حكومة للحكومة السابق بس ما أروح أفجر أو أروح أستخدم كذا حتى والله ما أروح كثير حتى أرهاب الصدام أقرب من أي وقت مضى بين قوى الدولة ولا دولة تستشعر الحكومة خطرا من تحركات مجاميع مسلحة تحت غطاء المقاومة استغلال التضامن الشعبي مع الفلسطينيين تحول إلى عمليات منظمة لإغلاق المطاعم والشركات والمصالح الأجنبية في البلاد وخلال الساعات الماضية أظهرت قوات الأمن حزما أكبر في ردع تلك الجماعات التي اقتحمت عشرات الشركات والمطاعم على مدار الأسبوع الماضي وتحول وصف تلك المجاميع من الخارجة عن القانون إلى المجاميع الإرهابية وهو مصطلح يستخدم لأول مرة ضد جماعات غير التنظيمات الإرهابية المعروفة راح أيضا يكون تعزيز لإمكانيات وتواجد عناصر السخبارات في هذه المنطقة وواجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري كل الضغوط وتجاوزها لإظهار قوة الدولة من خلال إصدار توجيهات باعتقال ومحاسبة كل من هاجم المطاعم والمصالح الأجنبية في العاصمة بغداد ووفقا لمصدر حكومي مطلع فإن رئيس الوزراء يستشعر محاولات تخريبية تؤثر على وضع الأمن وربما تتحول تلك المحاولات إلى إجراءات فعلية لإسقاط الحكومة لغاية الآن فإن جميع الهجمات التي طالت المطاعم والشركات حدثت في بغداد رغم أن تلك الوكالات تمتلك فروعا في المحافظات الأخرى وهو ما يدل على أنها عمليات منظمة لإحراج الحكومة تأتي هذه المخاوف على خلفية ضبط عناصر من تلك المجاميع ينتمون لجهاز أمني يتبع القائد العام للقوات المسلحة وذلك أثناء محاولتهم الاعتداء على معمل للألبان وكثفت القوات الأمنية انتشارها في العاصمة وعمدت إلى نشر قوات جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة الجادرية وفي تقاطع ساحة الحرية ومحيط جسر الطابقين في منطقة الكرادة إضافة إلى شارع فلسطين وزيونة وجميعها مناطق ضمن جانب الرصافة في بغداد والذي تنشط فيه الفصائل المسلحة بشكل أكبر من جانب الكرخ